ضمن نحو 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية يوفر مجمع ألمازة الاستهلاكي كافة الاحتياجات اليومية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% وذلك تنفيذاً لتوجهات رئاسية ما بين الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية يجد المواطن احتياجاته اليومية بداخل مجمع ألمازة الاستهلاكية الذي يوفر كافة المنتجات كغيره من 1300 مجمع على مستوى الجمهورية وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذاً لتوجهات رئاسية عندنا قسم الخدر والفاكهة يومياً بتثمي تسويق حسب لجنة متخصصة أقل أسعار كثيرة عن السوق الخارجي عندنا اليميش رمضان بقى احنا محضرينه يوم خمسة شعبان يعني قلاص الناس قادتوا الحمد لله بأسعار تتفاوئ يعني أقل بالسوق الخارجي من 20% إلى 25% كافة أنواع من أول البلح والزبيب والطمر كله موجود الحمد لله كل حاجة متوفرة الصراحة الزيوت والسكر والزيت كل حاجة واللحوم برضو رخصة جداً عن بره يعني أنا عن نفسي بشتري الحوم هنا يعني نص بالنص بره بمئة وسبعين ومئة وثمانين أنا بشتريه النهاردة بخمسة وتسعين جنيه واللي أنا أعاوزه برضو يعني لو يقول لي هاتلي موزة هاتلي قطع بيعملها يعني فاللحوم والدواجن تحظى برضاء المواطنين حيث تتميز بجودتها وتقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية فضلاً عن السلع الرمضانية التي يخصص لها جزء داخل المجمع إحنا عندنا السلع الستراتيجية كلها متوفرة وكله تمام وعندنا أسعار السكر بعشر و ونص وعندنا الدواجن المجمدة البرازيلي كيلو بـ 48 عندنا لحم سداني طازق كندوز كيلو بـ 95 جنيه وبتوفر لحمة مجمدة عندنا كيلو بـ 80 جنيه وعندنا لحم بتلوب 75 جنيه ومتوفر جميع السلع الاستراتيجية بالنسبة لتفاوة الأسعار ده شيء مختلف هنا تماماً يعني من 95 برة 180 الفرق اعتبر الضعف لكن كان لقيت لحمة أنا ما دقيتش لحمة من اللي برة زي ما بدوما يأخذ اللحمة من هنا ببقى مبسوط بها فعلا بأمام دك ربنا زيادة تصل إلى 50% في معدلات الضخ اليومية لاستلعي بكافة أنواعها لتكفي احتياجات المواطنين هذه الأيام